ولذلك ينعكس الشعور بعدم الأمن الاقتصادي في الصور التالية الشعور بأنه عديم النفأ وأنه سيكون أبئاً على الغير أيضاً تدهور الصحة النفسية وتدهور الصحة البدنية أما مشكلات وقت الفراغ فهذا فقدان مكانة العمل مع عدم الارتباط بعمل جديد رح يخلق له فراغ كبير في حياته ولذلك نشوف بأنه المسن يفقد أدوار كثيرة ولذلك يزداد وقت الفراغ لديه وهذا يخلق المسن مشكلة كيفية استثمار هذا الفراغ وإحنا قبل قليل قلنا بأنه من الأفضل أن يدور مثلاً جمعيات والنشاطات المحلية المراكز الخاصة حتى يقوم بأعمال يقلل من وجود هذه المشكلة المشكلة الأخيرة هي مشكلة انتظار الموت وهذه هي مشكلة أيضاً فروق فردية بين الأفراد المسنين المختلفين فلذلك الخوف من الموت المفاجئ فنشوف اللي يكون يرتبط مع أنه الوقت ما يتسعى للمسن للتوبة والتكفير عن خطايا بالإكثار من العبادة